اشتركوا في القناة وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات إن شاء الله ويغفر لموتانا وموتاكم وأحياؤنا وأحياؤكم فاليوم طبعا القمر موجود في برج العقرب الآن هو موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكت فيها القمر حتى تمام الساعة أربعة واثنين وعشرين دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب منزلة القلب للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر الآن هو موجود في برج العقرب وبما أنه موجود في برج العقرب معناته بدنا نأخذ من صفات برج العقرب أو بده يؤثر علينا اليوم صفات برج العقرب في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا بنكره بشدة بنشعر بانتقاد الغير والغيرة وحدتها وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبت يعني أي استفزاز اليوم ممكن يولد لمشكل كبيرة أهم الأشياء اللي ممكن نستغلها بالفترة هاي هي شراء بوليس التأمين تجديد بوليس التأمين أو عمل تأمين مثلا قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرارات حاسمة وأمور إلها علاقة إما بشراء بيت صيانة بيت الاهتمام بالأمور العقارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران ممتزجة رح تكون بين الشمس وبين المريخ ومعنى ممتزجة يعني فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي طبعا هاي الزاوية لها تأثير تقريب الثلاث أيام والآن رح تستمر تقريبا بحدود الأربع أيام قادمة لأنه اثنين بيصيروا مع بعض فممكن إنها تأخذ لها خمس أيام طبعا بالنسبة لهاي الزاوية ذروتها الساعة أربعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني الساعة سبعة صباحا بتوقيت الأردن أول إشي من ناحية إيجابية إنها هاي بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة المشكلة السلبية فيها إنها بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبتسود جو من التوتر والعدوانية في هاي اللحظة بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الغير لأنه ممكن أي كلمة غير محسوبة إنها تتاخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغناء عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقاوب السلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و59 دقيقة يعني الساعة واحدة بعد الظهر بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة 4 تقريبا العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا شيء غير متوقع تجاه البعض كذلك طبعا من ناحية سلبية بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالعقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت اللي هو يوم الغد 19 بيبدأ في تمام الساعة 6 و5 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 23 دقيقة عصرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس طبعا بتوقيت الأردن الساعة 6 و5 دقائق يعني الساعة 9 و5 دقائق صباحا وبيستمر لغاية الساعة 6 و23 دقيقة يعني نقدر نحكي فترة المغرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 5 و32 دقيقة صباحا بيصبح 3 أيام نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 45 القمر في العقرب حتى يوم 19 منتحس بنسبة 30 عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 25 الزهرة في العقرب وبدأت انتقل للقوس وهي تقريبا نقدر نحكي إنها انتقلت تماما خلاص استقرت في القوس رح تمكث في برج القوس لغاية يوم 5-11 سعيدة بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي فهو طبعا رح يظل بحركة أمامية لغاية يوم 29-4 بعدين بيبدأ عملية التراجع هو اليوم سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود في البيت الثامن وبما أنه موجود في البيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة فاليوم بيفتح مجالات لمكاسب مالية بيكون مصدرها شراكة أو تعويض أو أموال مستردة ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك تعالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حاولوا أنك تحافظوا على هدوء أعصابكم لأن القمر موجود مقابلكم تماما في مجال لمصالحة أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين الشركاء أو شركاء المال أو العاطفة أو الأزواج ولكن أعصابكم شوي بتكون متوترة نبرز صوتك ممكن ترتفع شوي اليوم وتعصب حاول أنك ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل ممكن تتسبب لك هاي الفترة بنوع من أنواع الحزن أو التعاسي بتشعر بالظلم والقهر أهم إشي إنك ما تيأس وتحاول تكون صبور لأن القمر موجود مقابلك فعشان هيك بيسحب من طاقتك وبيستفزك بشكل كبير فحاول تبعد عن كل المخالفات برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة حاول إنك ما تسمح لأي شخص إنه يشكك بقدراتك ناقش، استفسر، يعني حاول تبحث عن التفاصيل وحاول إنك تستشير أصحاب الخبرات أو الخبراء في مجالات اللي أنت بحاجة لاستشارة فيها أهم إشي إنك ما تتشبث برأيك ما تتمسك فيه كثير واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية حاول إنك ما تتسرع في قراراتك اليوم ممكن تنشغل بملف أو بمعاملة ولكن أهم شي برضو تنتبهوا على وضعكم الصحي برج الصرطان بيجتازوا اليوم فترة إيجابية أو يوم إيجابي عالي جدا بيبعث على البهجة وعلى الإنشراح اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً، مالياً ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح حاول إنك تخصص وقت لعائلتك، لأبنائك اليوم أنت مشحون بالحيوية والحماس بتقدر اليوم تتابع كل المسائل وبتقدر تتواصل مع المحيط بشكل جيد اليوم عندك طاقة عالية فممكن إنها تكون لمصلحتك برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم وعلى الأمور العائلية والاهتمام العائلي منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يهتموا بأمور سكنهم أو سكن جديد أو ترتيب عقارهم أو بيتهم بميلوا برضو للتعاون مع أفراد العائلة أو للتحاور معهم أو مديد العون لإلهم ولكن ممكن تدخل فترة مواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة هاي متوترة يعني منقدر نحكي زيادة شوي بتضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي إنك برضو ما تهمل صحتك برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم هذا مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو مع جارة هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك اليوم في منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر صار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة فهذا يوم مناسب جدا حتى لأمور اللي إلها علاقة بالترويج لسلعة أو بالسفر برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهمش إنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك اليوم عندك إنشغالات كبيرة على الصعيد المالي فيه اهتمامات كبيرة وبرضو بتحمل بعض المكاسب وفيه منكو ممكن يحصل على هدية أو على نوع من أنواع الدعم برج العقرب طبعا اليوم انتو عندكو نشاط وحيوية أكثر من الأيام أو الفترة الماضية وممكن تعودوا الأيام اللي راحت عليكم اليوم بينجذبلكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لقطوة جديدة من شأنها نتدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب بتنتظره رح تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وممكن تنطلبهم بمهمة طال انتظارها في شيء جديد اليوم رح يدخل حياتك تعتبر هاي الفترة من أكثر أيام الشهر حظا برج القوس بتجتازوا اليوم بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر حاولوا انكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة بدك تحاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحدود قليلة أهم اشي انك ما تجازف منتظرك اليوم تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعد مهم طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فحاول انك تمشي هذا اليوم بشكل روتيني برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاشخاص بترتاحوا لهم او بترتاحوا لصحبتهم اليوم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق اهم اشي انك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب يعني هذا يوم ما بكمل الا برفقة حد او بمساعدة حد بتثق فيه اليوم ممكن تفرح بوجود احد الاصحاب وبتقدر اليوم ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تحسين على عمله الي بيعمل اليوم بينجح باثبات جدارة ونير رضى المسؤولين منكم اشخاص ممكن يهتموا بصحتهم او باحد الوالدين اهم اشي انك ما تنجر ورا التسرع والانفعال وحاول انك تكون هادئ اليوم بشكل القمر تحدي في لحظات معينة ممكن تبدو غاضب او عدائي في هاي الاوقات بدك تحاذر من الخلافات وممكن تكرم اليوم او تحصل على فرصة مهمة طال انتظارها برج الحوت اليوم بيصلكم خبر من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع احباكم اليوم مناسب بالنسبة للكم للسفر للاتصالات مع اجانب او للحوار مع اشخاص خارج البلاد او للاهتمام باوراق قانونية او معاملات هذا يوم مناسب لاجراء مقابلة ممكن بعضكم يسافر في رحلة او يفرح لانفراج او لتسوية مهمة اليوم بتهتم بهواية جديدة وبتكون عندك حيوية ومتحمس لمتابعة كل التحركات وعندك القدرة على التواصل مع المحيط الاجواء ايجابية فبطلب منك انك تستغلها حاول انك تستثمر هاي الفترة طبعا يبل ما ننهي بحب اشكر الجميع لانه خلال الفترة الماضي مع تفاعلكم ومع نشاطكم يعني تقريبا شايف انه عدد اللايكات زاد عدد المتابعين زاد فعشان هيك هذا كله بدعمكم فياريت ما تبخلوا علي بالدعم ويعني بالكومنتات وكمان ما ننسى جمعة الديسلايك هدولا ما تنسوا تحطوا الديسلايك لانه يا جماعة برضو انت وجودكم بعتبر دعم بالنسبة لي يعني انت بتحط الديسلايك صحيح بس هو بفيدني انا لانه في المقابل اليوتيوب بيعرف انه فيه ناس بتتابع وفيه ناس بتوافق وناس بتعارض وهذا الاشي بساعد على اني انا اظهر على المنصة اكثر فشكرا لالك وهي معلومة عشان تستفيدوا منها وتنشطوا اكثر الله يعطيك العافية طبعا شكرا برضو للاشخاص اللي انتسبوا بالقناة اللي اسماعهم موجودة في عنا ضيفين اجداد انتسبوا بشكرهم وبحب اوجهلهم الشكر بطريقة بطريقة بتعبتع بعجز اللسان عنها فمنقولك شكرا يعني هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة